أسؤال الثاني إقرأ من قول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفتلى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم رى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم رى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمده ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر لمر يفصل لآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَهُوَ الَّذِي مَدَّ لَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعْلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فلك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أَيْذَا كُنَّا تُرَابَنَا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض لرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال حسبك ننوّه الأخوات المتسابقات إلا أنه في حالة الوسط بين السورتين يكفي الإتيان بوجه واحد فقط